أهلا بكم قرر حزباء التيار الديمقراطي وحركة الشعب عدم المشاركة في الحكومة التونسية المرتقبة بزعامة الأحبيب الجملي التيار الديمقراطي أرجع قراره إلى أن تصور العام للحكومة لا يرقى إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد فيما قالت حركة الشعب إن العرض المقدم من الجملي لا ينبي الحد الأدنى مما طلبته حركة الشعب مجددا مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية في طريق مزدود التقدم الكبير الذي أعلنه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي تشكيل حكومة تتكون من حركة النهضة والتحية تونس وحركة الشعب والطيار الديمقراطي لم يصمد كثيرا في اجتماعات المكاتب السياسية لحزبي الطيار وحركة الشعب التي اعتبرت أن المقترحات لم تكن جدية ولا تستجيب إلى تطلعاتها مواقف جعلت من إمكانية تقديم الحكومة خلال مطلع الأسبوع كما قال الجملي أمرا يصعب تنفيذه نعتبر أن العرض المقدم من التسترف في السيد الرئيس الحكومة لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته حركة شعب وبالتالي حركة شعب غير معنية لتكون موجودة في حكومة الحبيب الجملي ثلاثة أسابيع أخرى ما زالت لرئيس الحكومة المكلف من المهلة الجديدة التي طلبها لتشكيل تقامه الجديد مصار انتهى وسيكون على الجملي البحث عن تحالفات جديدة قد تكون وجهتها حزب قلب تونس الذي أبدأ استعداده إذا دعاه الجملي إلى مفاوضات ضمن شرط حكومة كفاءات تحيد خلالها وزارات السيادة نحن 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 نسائل على مطلع الرجل هذية نعطيه كفاءات كفاءات عبادة تخدم البلاد مواش من حسبة ولكن من دعمة من الحزان السياسي حركة النهضة المخوالة دستوريا بتشكيل الحكومة دعت من جانبها إلى اجتماع مكتبها السياسي لاتخاذ موقف من التطورات الجديدة والكشف عن تصوراتها لبقية مشوار المفاوضات ضمن المهلة الدستورية المتبقية السابيع كثيرة استنزفت في مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية منذ الانتخابات التشريعية دون أن ترى الحكومة النورة بالرغم من التقدم الذي يعلن عنه كل مرة نفق يرى متابعون بضرورة انتهائه سريعا في ذل تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد علي الجاسمي العربي تونس من تونس معنا نصر الدين بن حديد الكاتب السياسي أهلا وسهلا بك معنا أستاذ نصر الدين برأيك ما هي الدوافع الحقيقية التي وقفت وراء رفض هذه الأحزاب المشاركة في الحكومة في الساعات الأخيرة قبيل الإعلان عن تشكيلها سيد الخير شكرا لداء أعتبر أن هناك نوع من عدم الثقة وانعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في الحكومة ومن ثم ليس هناك نوع من الأرضية الحقيقية حتى على المستوى السيكولوجي بيان الطير ديمقراطي تحدث عن أرضية سياسية أعتبر أن هناك أرضية بسيكولوجية ومن عدم الثقة بالتالي ليس هناك ما يمكن أن يؤدي إلى نشأة الحكومة علما أن نشأة الحكومة تحولت إلى غاية في ذاتها بأقل التكلف الممكنة ومن ثم نحن أمام سجل جديد إلى يوم الناس هذا صباحا كان الناس ينتظرون حكومة في ثلاثة أيام أو أربعة أيام الكرة عادت إلى وسط الملعب مع خسارة كبيرة والخسارة هنا هي بمفهوم الوقت لأن الشعب لم يعد ينتظر هناك توتر كبير في الشارع والمعادلات الاقتصادية والاجتماعية متوترة في تولز ومن ثم نحن أمام رهانات خطيرة قادمة على تونس وبتالي ما هي الخيارات أمام النهضة تحديدا وهل التحالف مع قلب تونس وارد التحالف مع قلب تونس تكتيكين وارد لكنه استراتيجي غير مضمون من يقول أن قلب تونس لن يمارس المناورة ومن يمارس الابتزال لابتزال جزء المعادلة السياسية في تونس لكن اعتبر أنه خير الطب الكي أو عمر الأدوية هو الذهاب الانتخابات السابقة لوانها النهضة ستربح من هذه الانتخابات عدديا بحسب زميع استطاعات الرأي لكنها ستدفع ثمن غاليا جدا مع كامل البلاد وحالة توتر الذهب نحن أمام معظلة خطيرة جدا في تونس هي أن تشكيل الحكومة أصبح غاية في حد ذاتها وليس وسيلة للارتقاب المشهد الاقتصالي والاجتماعي منذ أيام صدرت هذا فقوس أفتحه هام جدا حوار مع ممثل صندوق النقد الدول يتكلم بطريقة صدفة جدا ومعقدة جدا متكبرة جدا وقال سنمنع المال لما لم تستطيع الوضع السياسي في تونس أن يتقدم وبالتالي نحن أمام رحلة في الصحراء بدون أن تكون هناك أبار ما في الطريق ومن ثم هناك المخاطرة في الذهاب في أي اتجاه كان سواء العودة إلى حكومة مع طيار سواء الذهاب في حكومة مع قلب تونس سواء الذهاب إلى انتخابات سابقة لوانا كل الحلول على القم وهنا المشكلة التي وقعت فيه تونس بكاملها شكرا جزيلا لك من تونس نصر الدين بن حديد الكاتب السياسي حدثنا